بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد أنت ربنا ورب كل شيء لك الحمد ملء الأرض والسماء وملء ما بينهم الحمد لله ربنا والحمد لله كثيرا والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والحمد لله الذي نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين ونقول لكل من يصله صوتنا في هذا الوقت والحين نقول الجميع صلوا على رسول الله كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نجتهد في الصلاة والسلام عليه ما اجتهد عبده في هذا الباب إلا وجد أنوار الصلاة على رسول الله في قلبه وفي دربه وفي عيشه وفي أيام عمره وأذهب الله عنه الهموم ومح الله عنه بهذه الصلوات الذنوب بل كان يقول النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وكتب لك أيها المصلي على رسول الله بهذه الصلاة عشر حسنة ومحيت عنك عشر سيئات ورفعك الله بعشر درجات فهنئ لمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يكفينا فضلا وشرفا أن من صلى على محمد صلاة صلى الله عليه بها عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عظم هذه العطية وهذه المنحة الربانية حتى إنه عليه الصلاة والسلام سجد يوما فأطال السجود ولما رفع وسئل عن ذلك قال إن جبريل أتاني فبشرني وقال لي يا محمد إن الله سبحانه وتعالى يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وأن صلي على رسول الله ونعلم أن الطريق إلى رضوان الله من طريق محمد صلى الله عليه وسلم والدلالات على الخير والنبي كان كثيرا ما يدل أصحابه على الخير فحالي بنا ونحن في حديثنا عن النبي أن ندل على ما دل عليه وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم دل على ليلة هي أخير من ليلة القدر ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر وفضلها ومكانتها وعظيم منزلتها إلا أنه روي في الأثر ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس يحرس في سبيل الله لعله يرجع إلى أهله جاء هذا الأثر ليقول لك إن الرباط في سبيل الله عبادة عظيمة وليلة يقف فيها الإنسان مرابطا هي ليلة عظيمة حتى جاء عند أبي هريرة أنه كان يقول كلاما قريبا من هذا وكان يرى أن هذا أحب لي من كثير من الأعمال بل المروي عنه أنه كان يقول لأن أبيت مرابطا في سبيل الله أحب إلي من أن أدرك ليلة القدر في البيت الحرام أو كما قال فهذا الرباط في سبيل الله عبادة عظيمة حتى إننا لنقرف متأمبرين متعجبين من هذا الخير عندما نسمع ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وخيامها لا أتكلم عن ساعة أو شهر أو شهرين أو أيام أو أسبوع عن سنة كاملة مقابل أن يبيت الإنسان مرابطا في سبيل الله يظهر بهذه العطية كل ذلك مما يدل على فضل وفضيلة الرباط والحراسة لأن هؤلاء وقفوا يعرضون أنفسهم للمخاطر وللهلاك ولكنهم يعلمون أن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى وأن لهم بإذن الله أجرى من يحرسون من الناس وفيهم الصائم والقائم والذاكر فكان حريا بنا أن نذكر أنفسنا بهذه العطية وأن نسلي أولئك الذين وقفوا مرابطين وربما يكونون في حال أو في زمان يجدون فيه ما يجدون من المشقة والعنت إلا أن الذي يسليهم ما وعد به العبد كما سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيحا للخير وأقول مذكرا نفسي وإياك ما يصلك من خبر من كتاب الله أو من سنة رسول الله فاحرص على أن تنشره بين العالمين لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان يقول من دل على خير فلو مثل أجر فاعله جعل لله وإياكم مفاتيحا للخير والحمد لله أولا وآخرا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر